السلام عليكم اتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير معكم ايمان من قناة شوات ايمان ام امين وفي الفيديو دي اليوم ان شاء الله سنشارك معكم جوش طلبيات اللي كانوا عندي في نفس النهار فسنتقسم معكم كيفاش كننظم وقت كذلك سنعطيكم ديزاستيوس هكذا اللي كنديرهم اللي كيكونوا عندي طلبيات كثيرة باش ما كانت تغلبش كيفاش كان بداء وكل شي ان شاء الله سنقدم لكم كذلك بعض الوصفات اللي مكيناش عندي في القناة فالعجباتكم هاد الفيديو ما تنسو تخليولها بزاف تللي لايك تخليوا ليها تعليقاتكم واتبارتجوها مع احبابكم مع اصحابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة ونخليكم مع باقيات الفيديو واتمنى لكم فرجة ممتعة اول حاجة كنشوفو شكيلة اللي عندنا مثلا انا عندي الحلوة اللي فيها العسل وما عنديش العسل يعني العسل خسني نحضره قبل شحال ما حضرته قبل انفوان اخد لها كوماند عرف ارا فيها العسل غد نصيب العسل ديالي وغد نخلي علاج ما غد يخسر محتاش حاجة وهادك الوقت شوية اللي كي ياخد لنا من اللي كتكون عندنا كوماند كبيرة راكي نحتاجوا ليه يعني ما نضيعوش فيه الوقت ونحضروه من قبل فانا لايسل راس بقلية شاركتو معكم هنا يدر 3 كيلو سكر ماء اترونس ديال الماء ودرت فيها حامضة وليمونة مقطعة ديتخونش درت فيها كذلك شوية الزعفران الحر ووجوش ديال اكيس ديال الشاي الاخضر بمدق الليمون فانا كندر كل شي فى تنجرة الدغت وكنس الداليه وكنخليوها على نار مرتفعة حتى كتبضكة صفر بعد كننقصو النار ما كندروش نار من خافضة بزاف يعني كندروا نار متوسطة وكنخليوه 45 دقيقة سوف نحلل عليه سوف تشوفو شكل دياله كنخليوه حتى كيبرو تماما كنصفيوه وكنحتفظو به يمكن لكم كيكتلكم تحضروه هو اول حاجة الى كانت لكم الحلويات اللي فيها لسل راها كي يبقى مدة طويلة يعني باش تربحو شوية ديالوقت من الاشياء كذلك اللي كتبقى لنا مدة طويلة وكذلك كنربحو فيها بزاف بزاف ديالوقت هي هاد الاشكال ديال شوكولا لديكم الحلوى اللي فيه ديسابل بشكلات هكذا شوكولا كي بحل خليتوه هكذا كمربعات بحل صوبته ما كتبت لفيتاش حاجة يعني ما عليش يخسر لكم فانفو تاخذوا لكوموند شوفو شكلات اللي فيها شكلات وحضرو الشوكولا ديالكم بالكيمياء اللي بغيتو حتفضو به بعلق في علب اللي كتكون محكمة الاغلاق وديرو فتلاجة الاسل ديالي هو هذا حتى هو كنحتفض به بعلبة كنديرو فتلاجة ونخلي حتى الوقت اللي كنحتاجه من الاشياء اللي كنحضر قبل كذلك هي العقدة ديال تلوز الى كانت عندي الحلويات ديال اللوز كنحضرها كله كننخدش حال عندي ديال الحبات كنعرفش حال غدين ندير من كيلو ديال اللوز كنصايب العقدة ديالي اللي غدين يتاخذ لنا بزاف ديال الوقت إلخليناها حتى النهار بغيزمبل اللي بغينا نصايبو فيها كعب غزال أو لأي شكل آخر كنحضرها وحتى هي راسبق لي الشاركتها معاكم غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف كنحتفض بها في تلاجة حتى النهار يعني ماشي غنحضرها الشهار من قبل لا يعني واحد تسبق لنا حتى الاسبوع يعني لحضرنا اسبوع قبل ما كان بداول خدمة ديالنا راح كنربحو بزاف ديال الوقت من بعد وعندي كذلك هنا اللوز اللي كنساملو في البحلوه الى عندكم البحلوه في الكوموند ديالكم بحالي انا كندير فيها اللوز اللي كيكون صاين وما محمرش وبقشورو فقط كنتحنو اه غادي تشوفوا معايا من بعض طريقة ديالي فتحضر المحلوه في نفس الفيديو المهم اللوز ديالها كنتحنو انا شخصيا يعني قبل الى عندي لكوموند هاكدا كبيرة كنتحنو وكنحتفض به ما كندير لي حتى شي اضافة كنتحنو ببوح ديتو وكنديرو هاكدا فكيس اللي كنسدو مزيان وكنخلي حتى هو علاجن بحتى كنبغي نحتاجو هادي اشياء اللي بسيطة وكنكنت اكدين انكم غدي تربحوا بها بزاف ديال الوقت كذلك بالنسبة الغريبة ديال القرقاع الى كانت عندي فلاكو موند يالي فكنحضر اللوز والقرقاع بالكيميات اللي غدي نحتاج كنتحنهم وكذلك هادوك الانصاف اللي كنزينو بهم كنعزلهم دي جاغي باش نعزل الانصاف اللي مقدين وكانت عندكم كيميا اللي كبيرة راكي ياخد لنا بزاف ديال الوقت كنعزلهم هادوك النصيصات اللي كيكونوا جوينين يعني كنعزلهم كنديرو نفعول بو وبالنسبة المكونات ديالها فكندير القرقاع واللوز بالكميات اللي غنحتاج كنتحنهم وكنخلطهم مع بعضياتهم وكنحتفض بهم عكدا في كيس بلاستيكي حتى الوقت اللي كننبغي نحضرها فكيجيني سهل ما كانحتاج لانطحن لوالو فقط كنفرغ هاداك الكيس كنتدفع ليه المكونات وكتجيني فريمان سهلة وما كنتاخد ليا بزاف ديال الوقت الوغ هادو كانو هما لازاسيوس اللي كنتستعمل فاش كيكونوا عندي هادا تلابيات كثيرة وفريمان كيربحوني بزاف ديال الوقت وكيجيني من بعد تحضر ديال الحلوة ديالي كيكون سهل فنعطيكم غير مثال إلا بغيتوا تصيبوا البحلوة كتتاخدوا تحانة ديالكم كتتحنوا بها اللوز كتغسلوها كتجمعوها النهار الاخر كتبغوا تصيبوا الغريبة القرقع كتتعاودوا تجبدوها كتتتحنوا فيها القرقع واللوز كتتعاودوا تغسلوها يعني شوفوش حال وقت مشاليكم لانهار كنجبدو هادي كتاحونة كنتحنوا فيها كل شي داك شيلينتنا وكنغسلوها فقط مرة واحدة وكنكونوا في غير مور بحنا بزاف ديال الوقت فاش كنبغوا نحضروا هاد الحلويات ولكن هاد شي ما كيعنيش انكم تحضروا هاد شي بشهر قبل او لا يعني انا كناخد الوقت اللي ميمكن ليش نبدا فيه مثلا الحلوة ديالي لانها غدا تبرد فكنناخد فقط هادوك تحضيرات هادا قبل كنوجد كل شي كنخلي علاجين بحتى كيوصل لوقيتها اللي كنعرف الحلوة ديالي غا تبقى فيها مزيانة هاد كنبدو نخدم كل شي بكل سهورة مزيانة ودابة غدا نحضروا البحلوة غدا نبدو بالعجين غدا نحتاج 600 جرام دقيق الابياد غدا ندير في قبيصة ديالة الملح ومالقة صغيرة ديالة السكر حبيبات 180 جرام ديالة زبدة مضوبة وغدا ننخلط كل شي في الخلاط يمكن لكم تديرو يديكم الابغيتو كنرملو في اللول هادك الخاليط كنرملو في الروبو فكنستعملو هادك اللوكا سافحة كي تلبسو لنا الحبات ديالة الدقيق كاملين بالزبدة غدا نحيد هادك اللوكا وغدا ندير الراس ديال العجينة وغدا نضيف حبا ديال البيض وغدا نجمع الخليط ديالي بالماء مخلط مع ماء الزهر سافحة نديرو الكيميا اللي تخلينا العجينة ما تكونش خفيفة بطبيعة الحال سافحة بطبيعة الحال وغدا نجمع الخليط ونجمع الخليط بطبيعة الحال سافحة بطبيعة الحال سافحة بطبيعة الحال مستطيلة سافحة من الدقيق بطبيعة الحال سافحة بطبيعة الصحن ولكن هل اقل ساعة طريقة هذه البحلوة اللي سنقدم لكم صراحة انا كنت شفتها في واحد القناة جزائرية ومن اللي جربتها سوف ينبقش كتخطاني لانها جوجة الحوائي السهلة بزاف فغير من سهلة وكتجيزوينة ومورقة كما عدي تشوفون بعد ثم ارتاحت العجينة انا حضرت العجينة مع الصباح وخليت ساعة العجينة كتجيزوينة مرطبة بزاف ومتاوعة كتمشي بوحدتها فغير من ورقوها بطريقة السهلة كنستانو فيها فقط بالنشا كناخد كل كورا بحلها كنصرحها كتمشي بكل سهولة إلا استعملت النشا سنضر فيها واحد الكيميا النشا في الوسط كيميا مقولة كمشي كثيرة بزاف وكنتوها على جوش وكنوضعها بين جوش للا كياس بلاستيكية باش ما تنشفش ليها ودير القشرة لوقت اللي كنحضر الكورات اللي بقوا وسافين بعد ما كنحضر الكوراس ديالي بربعة بنفس طريقة ودخلها من طريقة نحضر المباشرة ونضع المباشرة كما تحل على الجوش نجمعها على 4 قطعه هذه القطعه هي اللي ستكون في التحت البحلوه و نجمع نفس الطريقه بالنسبة للجوج الأخرى اللي بقاوليها يعني ستكون واحدة في الفوق و واحدة في التحت نأخذ صينيه اللي سنجمعها البحلوه ديالي نجمعها بزبدة فانا هنا نزرب لكم باش ما تجيش لا فيديو طويلة و نأخذ العجينة ديالي واحد القطعه نسرحها يعني ما تحتاجو تديرو تحاجة فقط غدي تسرحوها انا غتجي مورقة بوحدة تابحة اللي جينة ديت الفيلو بعد ما نسرحها نوضعها في الصينيه ديالي يعني نسرحوها رقيقة و نوضعها فوق الصينيه سوف نقضوها مزيان في الصينيه ديالنا و غدي ندوز باش نوريكم العقدة اللي كنستعمل فيها نحتاج لها الهدك اللوز اللي تحنت في اللول و الفتح ديرات المسبقة عندي هنا يسبب 150 جرام ديال الوز 150 جرام ديال السكار معلقة القرفة شوية ديالك هات اللوز و القليل من ماء الزهر نحرر كل شي مزيان يعني هذا الخليط هذا ديال الوز راكي بقى ناشف ما كيكونش زمه فازك و نوضعه فوق العجينة ديالي نحاول نصرحه بشكل متساوي باش ما تجينيش جيها تلعا و جيها نازلا مباد و سافي نصرح القطع الو الاخرى اللي بقتلي ديال العجين بنفس طريقة و نوضعها مباشرة فوق منو و نقادوها مزيانة كما غدي تشوفو قد ندوزوا مباد لتقطاع ديالها سافي نياه و نصرحه و نقادوها مزيانة عندي صينيه هنا كبيره بزاف ف مابغيتش نديرها كلها و خصوصاً أنّني كنت خاصني اديرها و نعود واحدة آخرى مباد المهم بعد نقطعها يعني تقطاع تقديالها راسه لبزاف نقسمها من نصر و قمقها رسالة نقسمها على 4 وكل 4 خرجنا نقسمها على جوش ونستعن بقصة القطعة الورق صراحة هذا يسيط نقطع بلا بها يعني غيرها بشوفة عيني و بسكن اللي يكون ماضي ولكن هذا يجيكم اسهل فتاخذوا واحد القطعة وكاسب داو تترسوا بها بشكل اللي تشوفوا المهم تترسوا من هات جهة ومن بعد من جهة الاخرى باش خرج لكم الحبة دي البحلوة فنخليكم تشوفوا لان ما عدش نعرف نفسر لكم اكتر ولكن راكل شي واضح في الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أن ترجمة نانسي قنقر سهل بزاف تقطاع ديالها غير ركزو فيه شوية من بعد كنناخد حبات ديال اللوز اللي كنغرسهم فيها باشك اللي كتشوفو كما لاحظو فانا كنستعمل فيها اللوز اللي كما كنشريه كنمسحو وكنطحنو وصافي كنستعملو يعني ما كننقاش ما كنحمروش متاشي حاجة وكن اكد لكم انها كتجي لديدة بزاف سوف ندير لها الحبات ديال اللوز كاملين فكنناخد الزبدة اللي كنحاولو نصفو الزبدة ديالنا ما كنش فيها الحليب وكندهنو لوجه ديال البحلو ديالنا بالزبدة مزيان سوفو كندخلوها الفران كنخليوها حتى كتب وكتحمر وهنا ينبعد ما طابت البحلوات ديالي فاخدت هاد اللون هادا اللي كتشوفو انا كتجبني تكون هاكدا دهبية ولكن اللي بغاها تكون محمرة اكتر فايزيد يحمرها اكتر سوفي كننفرغ عليها كمية ديال العسل اللي خاصة تكون كتساوي الكمية ديال الحشو اللي مستعملين يعني انا هناخدت سبعمية وخمسين جرام ديال العسل لان انا مستعملة سبعمية وخمسين جرام ديال اللوز وكندهنو عليها كاملة غادي نرجعها الفران اللي كيكون طافي الواحد عشر ديال دقايق من بعد غادي نخرجوها وكنخليوها كتبقى واحد الليلة كاملة عاد كنقدروا انقطعوها نحضره واحد شكيل ديال حلوة اللوز اللي غادي نحتاج فيها هكذا كويرات ديال الاقدات اللوز كيكون فيهم ما بين 15 و 18 جرام العجينة اللي عندي في اللون الابياد شوية اللون الوردي وشوية باللون الاخضر وغادي نحتاج البياد ديال البيض وكذلك لناشا الدورة او الميزينة وغادي نبدأ تشكيل ديال الحلوة ديالي فكنحتاج القطعة دائريا اللي كتكون مسننة كنصرح العجينة البيضاء وكنقطع هكذا قطعة دائريا كندهنها بشوية ديال البيض وكنوضع فيها قطعة ديال تلعو قدت اللوز اللي كندغط عليها شوية ومن بعد كنستعنو بهات الادات اولا فقط بسكين ولا اي حقادات هكذا تكون وكننبدأ وكنطلعو اربعة ديال الجنيبات اللي مقابلين مع بعض ديال ديال العجين كنصقوهم الى العقدة ديال تلوز بشكل اللي كتشوفو سافي انا فكيفاش كنحضرها كنصيب نغمان مو كل شي الحباس ديالي هكذا كنشتفهم في صينية ديال الفران عاد كنجي كمدان فينيهم من بعد هكذا كيجيني اسهل في الخدمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المرحلة الثانية نستعمل على العجينة الخضراء و نضع على الحلوى كاملة نضع الوريقات فيهم كاملين سوف نضع الوريقات باللون الوردي كذلك نضع العجينة الرقيقة و نلسق دائما بالبيض و نأخذ قطعة الوريقات و نضع بهذا الشكل حلوى سهلة بزاف تحضيرها و نحضرها بسرعة و نضعها و نضعها بطبيعة الحال تبقى 21-20 ساعة و نضعها و نضعها و نضعها و نضعها و نضعها في 160 درجة فران بارد لن تحمر بعد أن نضع الوريقات و طيبتها نضعها و نضعها سيحفظ على هذه الشكل و نرى كمسة و مرحة و لكن لن أثبتها على درجة حرارة من خفضة إلى 160 و نضعها الفران بارد ف تأخذ فقط نضعها في طيب لن تتحمر و يخسر لها بعد أن نضع الملحة كما سبق لها تشاركت معكم في الفيديو اللي فاتت كنخلطوا مع شوية ديال الما كنسخنوا وكندهل لها الوجه ديالها كله وخديت فقط دي بغل دوغي هكذا كبار شوية اللي درتهم في الواسط كندير الحلوة ديالي في كاسات وكتكون موجودة نحضر لاجينة ديال تصابلي اللي سنحضر بها الشكل اللي عندي ديال صابلي والشكل اللي عندي شكل بالمربع اللي ديجا سبق اللي تشاركت معكم فقط القطاع اللي تختلف وعندي هاد شكل هذا اللي بالموتيف تشوكو اللي ورد لكم في الأول نقطعو فقط تصابلي ديالنا وكنديروه كيطب كنطيبو الكيمياء اللي عندنا كاملة وندوزو باش نوريكم كيف شكل اللصقه انا كيعجبني نسامل لغاناش ديالة الماء باش نلصق بها بزاف ديال انواع ديال صابلي اللي كنقدرون نسموها كيف ما بغينا فكنناخد هنا شوكولاتة بيضاء يعني مشي شوكولات ديال كناخد شوكولات اللي كنحضره بها لغاناش باش كتجيننا لديدة وكندوبها كتتولي سائلة وكنبدأ نضيف لها الماء الساخن جدا يعني الماء اللي يكون غالي مزيان كنضيف شوية بشوية وانا كنحرك اراها غريتشوفوها بحل اخسرت في اللول ولكن لا فقط كنعاودو نضيفو شوية ديال الماء وكنحركو حتى كنحصلو على واحد لغاناش اللي كتكون ملساء كتبالي ناني ملساء ولامعة صافيت ما كانتوقفو كيمكننا لونها لونها وننكهوها كما بغينا فانا هنه غادي نسامل نكهة الليمون وغادي نسامل كذلك القليل من الملوين الاصفر باش تعتني شوية الشكل ديال الليمون يعني الملوينات اللي غنستعملو فلا غاناش ملوينة عادية ماشي خاصة بشوكولا لان فيها الماء فرا ما كيوقي اليها حتى شي حاجة ورغب لي بعد ما كنحضروا لغاناش فغادي نبضع كاللصق لموتيف ديال شوكولا على الحباس ديال صابلي فانا كاللصق دائما على الظهر ديال صابلي لا يوجد وجهه يعني على الجهة التي تكون في الصينية الفران لانا كما تكون السطح مستوي لا تكون فيها فتشي حاجة فكي يجينا عليها تلصق من سيان على الوقت ندير شوية لاغاناج و ندير الموتيف ديال الشوكولة ومن بعد يمكن لكم تزينه باي حاجة يمكن لكم تديرها فوق هذا الاغاناج انا هنا افضلت ان انا نخليها كي يبقى بعليها هذا اللون الاصفار اللي درت انا ندير ونحضر الاغاناج لانا اخذت 150 جرام سكر حبيبات ونجعلها في الكاثرولة ونجعلها تحول كاثرولة ونجعلها على نار مهيلة لكي لا يحرق معكم سوف نحضر على كاثرولة لكي يكون باللون لا يتغمق بثاف لكي لا يحرق بعد نحبس ونجعلها بالزبدة فنستعمل 150 جرام لكي يكون باردة سوف نحركها حتى تدوب كرامل ونستعمل كمية مهمة لكي يكون ملحة لكي يكون مهرسة وفي نفس الوقت كنت تدير سكر فأنا كنت سخن 180 جرام كريمة السائلة التي ستسخنها في الكاثرولة وليفة في الميكروند كما تريدون ونضيفها على الكاثرامل ونضيفها ونضيفها كما أردت لنا لان الكاثرامل بردناه بالزبدة ونضيف الكريمة لا يحجر لنا يعني كله يبقى دايب وكذلك لا يكون لدينا الكثير من الوغيس كأنه يحرقنا أو لا يفضع لنا يعني يأتي هكذا سهل ونبدأ ونحركه تقريبا دقيقة حتى دقيقة ونصف حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتهم جيد والكاثرامل يكون سائل يعني لا يوجد قطاع لا يوجد شيء نتأكد أنه لا يوجد ثم سوف نحيده من فوق النار ضروري تحيدوه من فوق النار ونضيف الشوكولات يعني مبات نحيدوه وكان لدينا الشك أنه فيه شوح وبيبات وليس حاجة فمن الأحسن أنه كنت تصفيوه أنا هنا يعرفة بلما فيه شيء فنأتي ونضيف له الكيمياء الشوكولات التي تساوي 380 غرام شوكولاتة البيضاء ألغهات هذه تصيبوها بشوكولاتة البيضاء الشوكولاتة بالحليب ونضيفه بشوكولاتة السوداء كيف تريدوه نريدوه ونضرق شوكولاتة ونضيفه حتى نضيفه سخونية ونحرقه بملعقة خشبية حتى نحضره ونحصله على فضل ونبصد وكاتجون ملسا ومتجنسة ثم نفرغها في جيب الحلواني ونأخذ الملية ونعمره في الكرامل نعمره كاملين ثم ندخله المجمد ونجعله حتى يجمد حتى هذا الكرامل سوف تحضره من الأول من تحضيرات المسبقة ونجعله في الكنجيلاتور لانه حال ما يبقى سوف تحضره هنا تقريبا أسبوع قبل يعني السينية الأولى ولكن حتى سيبت السابلة لانه لديه مل واحد عاد عاود سيبته مرة أخرى حتى ندير سينية واحدة أخرى وهنا يا ألغ حضرت السابلة حتى نضيفه ونجعله ونجعله كرامل كيف نعمل كرامل لانه ضغيا يدوب لنا ونبدأ ندير عليه الشكلات ونجعله فوق الورق ونضع شوكولات ونجعله بشكلة لا يوجد مشكلة بالعكس يجبني أن يكون فيها شكلات كيف تنشف ونقشرها بكل سهولة ونعود من جدير بطبيعة الحال ونقشره ونخدمه كيس بلاستيكي والبوشادو ونبدأ ونخططه بهذا الشكل هذا سوف اكمل نهاية الفيديو هتو أشكال النهائية نهاية الحلوة اللي حضرنا هنا وديكم موند يولي فالوصفات اللي رأي محتلتهم سأكيد كان في القناة الحلوة ذي السبيكولوس خدمتها معكم للمرة كذلك الخليبات البيضاء فحتى هم اللي رأي في فيديو خاص سوف نقوم بتحديد روابط في صندوق الوصف و نعتدر منكم بثافة على طريق الفيديو وسمحوا لي كان درجة جيدة ولكن نرى هذا الشيء اللي فيه سوف تستفيدوا منه لا تنسوا تشجعوني باللايكات والتعليقات والبرتاج الفيديو إلى عجبتكم و نقول لكم ان شاء الله نتلقوا في الفيديو القادم مع وصفة جديدة السلامة